وفي الملف السوداني نتوقف مع هذه الأخبار العاجلة إذن الدعم السريع يقول أنه سيطر على مقر رئاسة الحكومة بولاية الجزيرة وصص السودان وأيضا القتال في ود مدني أجبر الألاف على النزوح إلى ولايتي سنار والقضارف شرق السودان إذن بالتزامن مع هذه الأخبار العاجلة قال السفير الأمريكي في السودان جون جوديرفي إن الصراع لم يقلل من تطلعات القوى المدنية لاستعادة التحول الديمقراطي وفي منشور له على منصة X دع السفير الأمريكي الجيش السوداني والدعم السريع لوقف القتال مشددا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإيجاد مخرج من الصراع عبر التفاوض من جانبها اعتبرت السفارة الأمريكية لدى السودان أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الدائري بين طرفين نزاع دعية الجيش السوداني والدعم السريع لإنهاء القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية للمناطق المتضررة